لا مبرر للخطأ الذي اقترفه فسرعته الجنونية الفائقة في أثناء القيادة تسببت بكارثة مروعة سائق متهور يتعرض لانتقادات لاذعة ففي أحد شوارع العاصمة بغداد تقطته كاميرات المراقبة وهو يسير بسرعة عالية جدا وكأنه يشارك في سباق تنافسي في الفورميلوان غير مبال أو مكترث لا لحياته ولا لحياة الآخرين فلا مبالات وضعف شعوره بالمسؤولية أو قاعته في منصيبة وهو في غنى عنها نشاهد ما الذي جرى وكيف كانت عاقبة تصرفه سوى كارثة لاحظوا الشباب يدي يعبرون مننا لاحظوا أويلي الله شباب ولاحظوا هذا يدي يعبر مننا نزل من سيارته لاحظوا وقف وقف حسنين وقف 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 لاحظوا هذا هنانا حس اكو شغلة لاحظوا هذا حس بدأ يركض الشباب هنا تفاجعوا يتفاجعوا بيمن ابو ابو الاكسنت ادي يمشي سرعة ابو الاكسنت من الحادث تشوفوا ان هو استخدم موقف لكن اكو احتمال كبير انه صدم سيارة امامه من الجانب الاي من مالته المقدمة الانحراف لكل فعل اكو رد فعل صدم قد يقد قد من بينه بالكاميرا من صدم المركبة من جانب الاي من مالته راح تنحرف المركبة بهذا الشكل وتفترب نص الشارع لاحظوا بسبب السرعة الشديدة وهي سيارة خفيفة اللي صار شنو خني شغل بالبطي شغل اللي باللاحظي لاحظوا لاحظوا اللي صار لاحظوا كم سيارة صدم سيارتين ودهسته شخصين واللي بصف السيارة هنانا هذا انهزم من هنا ضرب السيارتين قد يكون صدم سيارة ايضا امام العلم عند الله وقد يكون استخدم الموقف وحاول ينحرف ويتفادي دهس الموابعه حاول ينحرف لاحظوا اللي صار شوفوا الاصطدام هذا هذا الكارثة اللي صارت ليش السرعة ليش السرعة شنو فاديك هسه الثين تقلوا الى رحمة الله وثلاثة شنو الفايدة انت سويته شنو بس فاهمي شنو انت اللي ارتكبت خطأك انت من دستق سيارة وانت شقد عمرك اللي اذا تشيت بعدك صغيرون ما ادري بعد صدم لسيارتين دهس لشخصين لاحظوا اللي صار لاحظوا 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 هذا اي 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 كل ما شوفوا دعس واحد قبل الجماعة يقولون لا لا واحد ما دوس باعه واحد ما دوس قبل دعسه وجعله دولا ما كفاء جعله دولا الثانية شنو بابا شنو انت شنو من بشر سويت لك هالكارثة هاي ليش في التأني يا السلامة وفي العجلة الندامة مقولة تنطبق على هذا المشهد المخيف السائق تسبب بحادث سير خلال مروره في ساحة ميسلون باتجاه جسر البلدية في الصدم بمركبتين دهس شخصين احدهما فارق الحياة عندما كان يشتازار الشارع ويقال ان سائق عجلة الاكسنت دهس شخصا بادئ الامر ثم الصدم بعجلته بعربات اخرى ومن شدة سرعته في القيادة لم يستطع يتوقف بمسيره فحاول الانحراف قليلا الا انه دهس من كان يحاول العبور كما رأينا بعضا من ردود الافعال وتعليقات افرزتها هذه الواقعة هذه الحادثة اخترنا لكم منها هذه التعليقات نبدأ من سرمد محمد ما الذي قاله سرمد؟ يقول سرمد في رأيه المكتوب على منصات التواصل الصراحة اللي بالشارع حاليا انطيك نسبة سبعين بالمئة سياقتهم عبارة عن تهور وعدم التزام واحترام وعدهم اهم شي التباهي ماكو قانون يردع هيتش نماذج تعبانه ايضا هناك تعليق من نض يقول نبض او تقول نبض حرامات هيتش نماذج تسوق سيارات لكش جاك هيتش سرعة وليل يعني الرؤية توصل عشرين بالمئة عن النهار الله يرحم الشباب المتوفين ويصبر اهلهم احترق قلبي عليهم ايضا تعليق من رياض يقول كل الدول تستخدم رادار الا العراق هو هيشي ارواحنا بلا معنى والسائق مو المفروض يعاقب ويسجم ويتأدب على فعلته بس وينكو قانون عادل ومنصف التأخير بالوصول خير من عدمه تعليق من ابو محمد نصيحة داخل بغداد اللي يمشي اكثر من 80 يتحاسب وخلوا كاميرات مراقبة على السرعة بس هم ما يبقى او هم يبقى مسألة الامور الطارئة نقل مريض مثلا كون الى طريق خاص والسرعة للاسعاف فقط محمود التركي يقول عم يخلوا دوريات تحجز اي سيارة تمشي سرعة داخل المدينة والله يرحم الشباب شنو ذنبهم خسرة وارواحهم بسبب الاستهتار اشتركوا في القناة سيد وترج beş euros